بداية طبعا التعادل بالامسة بالبنك الاهلي نتيجة ليست جيدة وفي بداية مشوار مسابقة الدوري انت بتحاول قدر الامكان مش تتصدر المسابقة وبس لا بتحصد اكبر عدد من النقاط عشان يكون فيه مساحة انك تقدر تلعب على جولة المنافسة على البطولة بشكل افضل شوية ما تكون مضغوط عن المرحلة اللي احنا فيها في السبعتاشر جولة تكسب اول مبارتين شيء كويس سواء سيراميكا او زد بنتيجة ايجابية ده شيء كويس جدا لكن لما تتعادل مع الاتحاد واحد واحد وتتعادل مع البنك الاهلي سلبيا اعتقد نتائج ممكن ما تبقاش جيدة على المستقبل بالنسبة للفري في مشوار الدوري لسه المشوار طويل تلعبت اربعة مباراة باية 13 مباراة ولكن مهم جدا وانت في بداية المسابقة تجمع اخبر قدر من النقاط والجماهير بالتأكيد حزينة وزعلانة واللعيبة المفروض الطبيعي جدا تكون هي كمان مقدرة هذا الغضب وهذا الزعل في ظل انه خلاص داخل كمان على مراحل صعبة جدا اصعب من الدور بمراحل كتيرة عندك مباراة اورلاندو بارس السبت اللي جاي هتسافر اللاربع يوم اللاربع الى جوانسبرج فمباراة ما فيهاش اي مجال لتضيع نقاط لازم ترجع باذن الله ان شاء الله بنتيجة ايجابية بعدها عندك مشاركة في قطر والحلم اللي جماهير الآله بتحلمه ليه لا نوصل للفاينال بس كل التفاصيل دي عشان توصل لها وانت في اشد عوامل التركيز والحسم لازم تكون طالع من القاهرة بعوامل معنوية مهمة جدا الا وهي انك تبقى كسبان كل المنشط الدوري على الاقل لو مش كسبان تبقى بتقدي في الملعب افضل اداء ده شيء مهم جدا وده للجمهور بيطلبه واكيد ده طلب مشروع من الجماهير سواء للجهاز الفني او لللعاب اكيد ناس كتيرا مستنياني اتكلم النهاردة عن التحكيم وهتكلم عن التحكيم بس هل التحكيم ممكن يكون سبب رئيسي في اللحظة الامبارح هو جزء من المسئولية وليست المسئولية كلها والنهاردة هشرح بالتفاصيل مسئولية التحكيم امبارح ازاي اثرت في نتيجة اللقاء ممكن تبقى سيء ممكن ما تكونش في مستوى اللي انت الجمهور بينتظروا منك لكن في نفس الوقت التحكيم اكيد لازم يدي لك حقك حتى لو في اسوأ الظروف لان انت مش مطالب وانت كمان مش في مستوىك ان التحكيم كمان ما يكونش في مستوىك يعني مهم جدا ان التحكيم يكون ليه دور كبير جدا وان الناس تبقى مركزة في شغلها مقبول اي خطأ تحكيمي يحصل في اي مباراة بتحصل ولكن خطأ في تطبيق بروتوكول تقنية الفار لا ما تعديش وما يفعش تعدي والطبيق ده لو بيحصل في اي حتة في العالم الدنيا بتتقلب ممكن نختلف على تسلل ممكن نختلف على ركل الجزاء ممكن نختلف على فعل وانزار وطرد لكن تطبيق القانون او تطبيق بروتوكول الفار ده ما فوش زار